الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم سأسألكم من حذر هذا الحديث؟ لكن لا أجعل جواب خياني سأأشر عليكم كل الحديث ونظر هذا الحديث حسنًا 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 الشيخ تتحدثنا عن هذا الحديث الذي يريد أن تتحدثنا ولكنه ليس فقط أن تتحدثه فقط أن تتحدثه ثم ونزر هذا حديث من خليقاته who not only listen but also to memorize and it's not going to be just by raising hands about who's memorized and who didn't memorize but he will be asking us about who memorized and truly memorized and then he will be asking people to repeat to show that indeed they have memorized this حديث and he said oh 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 وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سنبدأ الآن أستاذ الكريم الإسم الكريم الله عمام عمام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حسن حسن بالنون حسن إبادك وحسن إبادك طه طه اللهم عائمي على بكرك وشكرك وحسن إبادك جاهز بسم الله اللهم عائمي الله ذكرك وشكرك وحسن إبادك أحسن 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 فارك الله سؤال وطاعتك هل هي زيادة أم؟ لم تكن فارك الله لأن تفرك وشكرك وحسن إبادتك فحسن إبادتك وحسن إبادتك مع إبادتك الله طيب أي من أحب الحرام والله هذا حليث عامل جدا على وجازك وحسن إبادتك هذا الحديث انظروا إلى التعامل لله بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عن المغضة النبي عليه الصلاة والسلام أكبر من معاذ ومعاذ رضي الله عنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير ومع هذا يقول له نبينا عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك في الله ما يقول معاذ رضي الله عنه قال وإني أحبك في الله يا رسول الله هذا يؤكد لنا على أمر عظيم لن تجد علاقة أطغى وأطير وأعظم وأكثر مودة وأكثر محبة بين فئة وشخص مثل العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا فقط بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبهم أيضا كانت أقول عن نفسي أنا أحب والدي لكن لا أدري هل والدي يحبني أو لا يحبني لكن الصحابة ما كانوا كذلك كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولبينا عليه الصلاة والسلاة يحبهم حبا عظيما لذلك مجد في القرآن العظيم مجد في القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى will not return you empty hand and so we should always remember how to seek refuge in Allah and look for the help of Allah this is something that again we walk out of here take into our homes before anything else to remember remind our families our wives and children that this is very important before anything else we should raise our hands and ask Allah سبحانه وتعالى for he promised us that he will make sure to answer our calls when we are calling on him نظر من الله عز وجل في عام على كبير الأمور ومن أعظم هذه الأمور اللهم أعلمي على ذكرك وشكرك وحسن عبادك على ذكرك يا رب أعلمي على المكسار من الدفع ألا بدكر الله تطمئن القلوب لن يتحمل بالإنسان إلا إذا ذكر الله عز وجل قوله الله عيو الأحبة في ربما صحكم السيحة قد يعاني الإنسان من ازتحاق البنور والسيارة أكثر من ذكر الله وأنتم السيارة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أخبر لا حول ولا قوة إلا من الله الصلاة عليه الصبي صلى الله عليه وسلم إحفظ صورة الكهف وقع صورة الكهف يوم الجبعة أو ليلة الجبعة من حفظك وهكذا رعاك الله عز وجل اللهم أعني على ذكرك وشكرك والله إذا تفكرنا في نعم الله عز وجل علينا لعلمنا بأن هذه المنى تحتاج منا إلى شكر عظيم ومن أعظم هذه المنى نعمة الإسلام ونعمة الصحة والعافية والله إذن بعض الناس يعانون أمراضا وأوجاعا وأسقاما حتى أنهم لا يقدرون حتى على قضاء الحاجة نسأل الله عز وجل العفو والعافية فلذلك هذه أمور تحتاج منا إلى شكر لله عز وجل والنقطة الأخيرة وحزني عبادتك لهم أيها الأحبة ما قال إكثار من العبادة لا ليس هذا مقصود إكتسافات بل مقصود الإسلام حز العبادة ما هي العبادة الحسنة التي تقوم على أمين إخلاصك لله واتبارك للنبي صلى الله عليه وسلم فربما يفعل إنسان العبادة الكبيرة التي ليس فيها اتفاع السنة وتكون عبادته باطلة ومبهودة في وجهه وأضرب لكم بذلك لو أن واحد ولكن الآن في شهر محرر قال سأذهب إلى الحج حجه صريحا باطل حجه باطل أنا ذكرت الله عز وجل نقول نعم لكنك لم تفعل العبادة الحسنة وإنما فعلت العبادة الباطلة عند الله عز وجل إذا أخ رجل أراد أن يصل للفهود خمس ركعات الركعة الخامسة سيقرأ قرآن ويسبح ويركع ويسجب هذا ليس له أي حسن وإنما عملوا باطل لماذا؟ لم يتق الله ولم يؤدي العبادة الحسنة طيب؟ مثال آخر رجل مفروض أن يؤدي زكاة مالي الفيرو خمس مؤدته مثال فهو آخرات خمس دار نقول هذا العمل باطل ما يغب لهم بالعالم لماذا؟ لأنك لم تفعلت بماذا الحسن التي ترضي الله سبحانه وتعالى رجل آخر قال يا أخي السياه من أدان الفجر إلى أدان الفجر أنا سأصوم إلى العصر صام من الصباح إلى صلاة العصر هل له أجر؟ ليس له أجر قال عليه وزر لماذا؟ ما أصاب الشرع الله في العبادة والقربة التي عز وجاء الخلاصة والأحب الكرام أقضب منكم هذا الطعام إذا رجعتم إلى بيوتكم علموا أبناءكم هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وكسعباتك متى يقال هذا الدعاء؟ على طاجح هذا الكرام قال قبل السلام قبل أن تسلم تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وكسعباتك من قاله بعد السلام يقول بعض أهل العلم بهذا لكن من قاله قبل السلام بإذن الله أصاب سنة تنبي صلى الله وعبسك قال لو أنا كالسيار قلت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وكسعباتك طيب وخير وفك لقد أخوالك رب اللهم أعلم تذكرت الأمور مر عليه في الحج كنا نريد أن نبشي يعني إلى مكان فكان أحدهم يهدي عرب يدفعه أي واحد من أخوال الكرام لو حتى واحد من أخوال الصباح أراد أن يحمل العرب هذه ماذا يقول؟ كلمته يعني يقول بسم الله يقول يا الله صفوا الأخوال الكرام كلنا نقول مثل هذا يا الله بسم الله تفاجرت أن الرجل ماذا قال يذي أمامي؟ قال يعني نعوف بالله من غضب الله نعوف بالله من غضب الله وإنما دائما وأبدا نقول يا مالا يا الله فلذلك نعوف أنت بارك الله فيكم أستاذ الله العظيم رب العظيم أن يوفقنا لك يا الله و تزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم اشتركوا في القناة سلام Whoops ج multiplica lay back and remember that we should ask our help from and we should always remember Allah that when we are remembering Allah when we increase from our remembrance of Allah when we do a lot of remembrance Allah will be helping us more and more and this is when by increasing our remembrance our heart will be more sound our heart will be much better بيكل كلمة ، تصدق على العلمية ، فشرة أحدة قصة ، في مرة أخرى ، يجب أن تجد رموح الله في كل سيطة ، فإن حتى ، تكون قريباً من أجل ، إنسان الضوء ، أبداً فقط فقد ، إنسان الضوء ، إنسان الضوء ، يجب أن تجد رموح الله ، وإن انه أساعدك أن تكون بضع وعمل ، إن شاء الله ، هذا هو طريق أو يجب ، one is the way always remember allah to save our hearts from any problems and again from the honey that we just learned from the shape that when he asked us in the happy it says it's two thank you a lot shukrika then we should be thank allah and the first thing we should remember and thank you allah how the great blessing all have from allah الأول الرجال هو أن نعطي على المسلم يعني الإسلام لنا هو اللعينagan بمكرارات مكفل لذلك نجد التعني أن نجد التعني والأول ما نجد التعني أن نجد التعني ونجد التعني من الله سبحانه و تعالى والدول الثلاثة مكفل لأشياء إن نصبح الهضة الكثير من نعطيع الضالزال but when you have and you go check others you see how people are sick the sickness of others we should remember the great blessing we are in the fact that we can walk and talk and all of this many people don't even have this blessing of good health we should be always thanking Allah for all this and then the last point in the hadith when husn ibadati which means the proper worship or the sound worship and notice again from this hadith that we are reminded it's not to be worshipping Allah a lot it's to have the proper worship the sound worship as we are taught by the Prophet and the first thing we should remember for proper or sound worship is two points that first that you have to be in honest with the proper intention and you should also make sure that you are following the sunnah of the Prophet otherwise you do not achieve the sound or proper worship and then the Shaykh was given us several examples suppose that nowadays one of you walks out of here say well you know what I want to go and then perform hajj right now what do you think is going to happen is his hajj accepted or not of course his hajj will not be accepted it is not up to each one of us to decide when to perform the eve and then we have a certain sunnah to follow the sunnah of the Prophet and then also another example he gave that some of us suppose they want to increase of their worship they say well today I want to pray my dhuhr prayer five ruk'at not four is this accepted by Allah subhanahu wa ta'ala no it's not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala it's not up to us it's up to us to follow the sunnah of the Prophet alayhi salatu wasala this is another important point and he gave other examples like when you are performing your zakah and if you decide to give even if you decide to give more than you are it's not up to you just say I want to give more nowadays I don't want to give less it's not or say I want to give less not give more this is not up to you it's not up to you to decide there are rules to follow there's a sunnah to follow and the same again if you say I want to pray or I want to do my siyam instead of just until maghrib from asr because I have work or I have other excuses this is not accepted you're not going to even get an atom's weight of reward with Allah subhanahu wa ta'ala because this is not up to you the sound or proper worship is when you are following the sunnah of the Prophet alayhi salatu wasala and when you are honest with a good intention that in conclusion the sheikh was telling us that again the minute we walk out of the air each one of us brothers we should remember that this hadith this is a great hadith that we should be teaching our own families with our wives and children to remember this hadith every day every time after your salat this hadith is to be said after your salat the sheikh was reminding us it's also you can say it before taslim or after taslim but this is a great hadith that we should be remembering every day and applying not just remembering but also to apply so all of these this is something of great importance and he gave a last example that one time he was in hajj and he saw people that were pushing trailers they have something to push and then it was happy on them and of course we expect people that are suffering to be always asking Allah and he was shocked when he saw one person because as he was pushing this heavy trailer he wasn't saying Ya Allah he was saying Oh Ya Ali Ya Ali this is what he was saying he was not saying Ya Allah so what do you think of a person like that going to hajj is this kind of hajj that will be accepted by Allah Subhanallah this is a time to be asking Allah all the time if you are truly honest you have the sound heart that you want to be close to Allah the first thing you do is you ask for Allah's help and nobody else's help and the shaykh concluded with that again that we should be remembering this and teaching our families of this Subhanallah 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 ترجمة نانسي قنقر